ايام قليلة استحققت التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في السابع أكتوبر 2016 يحق لنا كسياسيين ومواطنين تقييم الحصيلة الحكومية ما قدمت من مشاريع وما أخلفت من وعود حصيلة كانت تقضى أنها تتسم بالضعف وقيبة أمال جميع المواطنين والمواطنات أمال كانت معقودة عليها في استحققات 25 نوفمبر 2011 جدوا الصور جديد كان المواطن المغربي فضل أنه يعطي فرصة لنفسه ويصوت على التناوب الثاني لم يرقى ولو بنسبة ضائلة لما قام به السيد السيد عبد الرحمن اليوسفي في التناوب الأول التناوب الأول كانت عنده مشاريع حققت وكان الصادة المباشرة المباشرة على المواطن القدرية الشريعية تعميم كهرباء القرى استثمار التقليص من المديونية الخارجية تخفيض من نسبة البطالة في الأكس قلقوا أن الحكومة المنتهية وليتها التي يقودها السيدة عبد الرحمن بكيران أخلفت ما وعدت به وعلى الأدهمين ذلك أنها استحقت الكتلة الناخبة التي صوتت لها ترجمة نانسي قنقر